مرحبا يا أصدقائي هل أنتم بخير؟ قصتنا اليوم استمرارا للقصة الماضية سنتكلم اليوم عن الشجاعة الشجاعة طعط القوة عندما يكون الشخص خائف دعونا نستمعي إلى القصة بشجاعة جلست المعلمة والطالب وتحدث معلمة لدي حلم لكن ليس لدي شجاعة لن أستطيع أن أحقق حلمي ثم قالت المعلمة في البداية كان لدي خوف كثير ولم يكن عندي شجاعة مثلك تماما ولكن لم أستسلم بل صليت لله بجد أنصحك أن تتشجع وتعنى نصلي سويا أجاب التلميذ حسنا يا معلمة أمسك أيديهما بشدة وصلى سنرسم المشهد لما كان الطالب والمعلمة جالسان يتحدثان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكنك رسم أولا الكرسي وبعدها الناس الجالسين أو يمكنكم رسم الإنسان أولاً ثم القرسي أرسموا بالطريقة التي تناسبكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 كيف كان الرسم اليوم في القصة كانت المعلمات شجع الطالب ان لا يفقد حلمه وانه مشهد جميل جداً عندما صلوا سويا هل هناك وقت لا يمكنكم أن تكونوا متشجعين؟ أود أن تكونوا بين هؤلاء الأصدقاء وتبنوا علاقات تشجعون وتمنحون القوة لبعضكم البعض هكذا يمكننا أن نساعد بعضنا البعض إذن سنلتقي في المرة القادمة باي باي موسيقى